من تونسي في اسمع الحكاية توتسويتا اسمع الحكاية هو غنى في حفلة مشتركة في قصر المؤتمرات مع عبد الحليم في فرنسا وقال وقتها أنه عبد الحليم كان يغير منه هو أسيل مدينة السفاقس هو مطرب وملحن فنان الأصالة الشعبية التونسية وأول سفير الأغنية التونسية في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة نحكي على أحمد حمزة الفنان الأصيل اللي يحافظ على الطابع التونسي في كل أغاني في الإذاعة حفظ أحمد حمزة 13 نوبة ميلوف عن الشيخ ميس الترنان وتم تسجيلها في الإذاعة مع المواشحات الشرقية اللي يخذاها عن الفنان المصري عازف القانون فهمي عوض وما زيلت الإذاعة مستحظة على التسجيلات هذية اللي يعتبروها كنز اثنين في رصيد خزينة صوتياتها ومسمعياتها استقرار وإلا كان الاستقرار في تونس لأحمد حمزة واللي خليه يكون عازف في عديد الفرق الموسيقية في العاصمة مع فرقة المطرب محمد أحمد وعلي رياحي وبو بكر المولدي وشيرك في كافي شانطة باب سويقة عام 58 قابل محمد عبد الوهاب في ريحة لولا للقاهرة ورجع عام 61 في مصر عام 1963 كان ضيف على التلفزة المصرية ووقتها غنى شهلولا وخنابة وهي هي مولاة الخلة الخمرية وكان معاه وقتها فرقة موسيقية تونسية وهو وقتها كان حارس أنه يكون موجود مع الفرقة الموسيقية التونسية هذي واللي كانت بقيادة الموسيقار عبد الحميد بالعلجية حافظ على الأصالة الحذرية في أداء الأغاني الشعبية الراقية كان سيفر العديد البلدين العربية كما المغرب والجزائر اللي كان زارها مع شافيا رجدي في أول رحمته الفنية من بعد ليبيا والسودان وسوريا وقتها تزوج مرة ثانية وسجل زوز أغاني من ألحان سهيل عرفة أحمد حمزة كما قلت لكم كان غنى مع المطرب عبد الحليم حافظ في قصر المؤتمرات في باريس عام 1974 توفى أحمد حمزة يوم 14 مارس عام 2011 بتونس الله يرحمه احنا اليوم ما حبينا نسمعوكم واحدة من الأغاني نتاعو اللي نحبوها برشا برشا وهي هي هي ونختمو بيها حلقتنا اليوم من ساعتين اين كنت فرحان بكل الظيوف اللي يتعديوا معنا لليوم مخصيح بيب على اسلام فرحة